أهلا بكم استقبل ملايين المسيحيين في الكونغو وجنوب السودان قداسة البابا فرنسيس خلال زيارة حج رسولية قام بها الحبر الأعظم إلى هذين البلدين الإفريقيين استغرقت عدة أيام وهي زيارة الأربعون لقداسته خارج الأراضي الإيطالية التفاصيل في سياق التقرير التالي اختتم قداسة البابا فرنسيس زيارته الرسولية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وقد وصف قداسته الرحلتين بزيارة سلام مسكنية وحاج للسلام والمصالحة وقد كان شعار الزيارة إلى الكونغو مصالحون في المسيح يسوع أما شعار الزيارة إلى جنوب السودان أصلي ليكونوا واحدا ولد وصول قداسته إلى مطار العاصمة كنشاسا كان في استقباله رئيس الكونغو فليكس شيسكيدي وأعضاء مجلس الأساقفة وكبار الشخصيات الدينية والرسمية كما استقبلته الجماهر الحاشدة بفرح وبهجة وحال وصوله إلى العاصمة في رحلة رفقه فيها رئيس أساقفة كانت بريري والمسؤول الأبرز في المجلس العام لكنيسة سكوتلندا ترأس البابا فرانسيس قداسا إلهيا حضره نحو مليون شخص قدم معظمهم من مسافات بعيدة ومن بينهم عشرات التلميذات اللواتر تدين ملابس بيضاء وفي حديثه خلال القداس الذي شاركت به جوقة مؤلفة من سبع مائة شخص دعا البابا فرانسيس إلى السلام في الكونغو وقال إنه على الأطراف المتصارعة أن تغفر لبعضها البعض وأن يمنح كل جانب خصومه عفو القلب العظيم مشيرا قداسته إلى فوائد تطهير القلوب من الغضب والندم ومن كل أثر للضغينة والعداء وقبيل مغادرته العاصمة كينشاسا التقل أبو الأقدس المطارنة في مقر مجلس أساقفة الكونغو ووجه كلمة إليهم معربا فيها عن سروره بإمضاء خمسة أيام في أرضهم التي تمثل بغابتها الكبيرة رئة العالم بأسره وأضافه نحتاج إلى أن نتنفس هواء الإنجيل النقي ونحرس قلب الإيمان الشاب والكنيسة الشابة المليئة بالحياة والتي يحركها الطوق إلى الرسالة والإعلان أن الله يحبنا وأن يسوع هو الرب ولفت قداسته إلى أن الكنيسة في هذه البلاد تتألم من أجل شعبها وتريد أن تجفف دموعه على غرار يسوع وفي الجزء الثاني لرحلة السلام وصل الباب فرانسيس إلى جنوب السودان في زيارة تهدف إلى الدعوة للسلام والمصالحة في هذه الدولة التي ترزح تحت وطأة حرب أهلية وفقر مطقع وكان في استقباله لدى وصول طائرته إلى مطار العاصمة جوبا رئيس جنوب السودان سلفاكير وعدد من الشخصيات وجموع حاشدة من المستقبلين وبعد وصوله إلى جنوب السودان التقى قداست الباب فرانسيس الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسات والمكرسين والإكلاركيين في كاتدرائية القديسة تريزيا الطفل يسوع في جوبا وقد وجه الأب الأقدس كلمة قال فيها تخالجني منذ فترة طويلة الرغبة في أن ألتقي بكم لهذا أريد اليوم أن أشكر الرب لقد سافر البعض منكم ساعات طويلة ليكون هنا أريد أن أشكركم على ما تقومون به في وسط الكثير من المحن والمصاعب أشكركم بإسم الكنيسة كلها على تفانيكم وشجاعتكم وتضحياتكم وصبركم أتمنى لكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أن تكونوا على الدوام رعاة وشهود أسخية يتسلحون بالصلاة والمحبة ويسمحون لنعمة الله بأن تدهشهم فيصبح أدوات لخلاص الآخرين كما التقى قداسته عدداً كبيراً من النازحين عن أراضيهم بسبب الحروب الأهلية والعنف والاقتتال الدائري فيها مجدداً دعوته للشعب هناك لإعادة الكرامة للنازحين والنساء والأطفال وإرساء السلام في هذا البلد الذي تقسمه الصراعات على السلطة ويعاني أهله الفقر الشديد وأضاف كفى سفكاً للدماء كفى نزاعاً وعنفاً واتهامات متبادلة بشأن مرتكبيها كفى تخلياً عن الشعب المتعطش للسلام كفى دماراً وحانا وقت البناء وفي ختام زيارته لجنوب السودان ترأس الحبر الأعظم قداساً إلهياً في جوبا بحضور عشرات الألاف من المحتشدين وتحدث إليهم في عذته وقال أريد أن أتوقف عند كلمات الحياة التي وجهها لنا ربنا يسوع في الإنجيل أنتم ملح الأرض الذي هو نكهة للطعام وأنتم نور العالم الذي يصطع في الظلمات أتمنى أن تكون جماعات مسيحية تنير الجميع وتظهر أنه من الجميل والممكن أن نعيش ونتحل بالرجاء وأن نبني معاً مستقبلاً متصالحاً وفي ختام كلمته عبر البابا عن أمله في أن يسمع قادة دولة جنوب السودان رسالته التي ركزت على نبذ العنف والمضي نحو السلام بعد اقتتال استمر أكثر من عشر سنوات من عمر الدولة الوليدة وقال مخاطباً شعب السودان لا تفقد الأمل أبداً ولا تضيع أي فرصة لبناء السلام واختتم البابا فرانسيس رحلته التاريخية إلى جوبا التي استمرت ثلاثة أيام بوداع حاشد حضره أكثر من مائة ألف من مختلف الطوائف الدينية في جنوب السودان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر